بسم الله بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله أهلا وسهلا بحضراتكم مازلنا في معلومة طبية حلقات بنتكلم فيها عن رحلة داخل جسم الإنسان عشان نشوف إيه الوظائف اللي بيقوم بيها كل عضو في جسم الإنسان عشان كل الأعضاء تتواقب مع بعضها عشان تؤدي الوظيفة اللي بتخلي حضراتك تمشي تسمع تتكلم تشرب تنام تصحى دي معلومات مهمة جدا هنتكلم النهاردة بقى عن معلومة مهمة جدا اللي هي إيه الغدة الدرقية الغدة الدرقية دي هي غدة شكل الفراشة موجودة في الجزء أمامي بتاع العنق اللي احنا بقول لها تفاحة أدم هي موجودة قدام إيه القصبة الهوائية وهي متتكون من احنا بقولين ان هي شكل الفراشة يعني لها جزئي الغدة الدرقية هي غدة النشاط يعني لما بتكون بتعمل بانتظام فهي تعمل لكي تقوم حضرتك بالأعمال اليومية والوظفية بتاعتك باستمرار بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي بتطلع هرمون اللي هو الثيروكسين اللي هو T3 و T4 هذا دايما لما يجي اي واحد او نخلينا خليها لمشيها اسئلة الاسئلة اول حاجة الغدة الدرقية دي وظفتها ايه؟ وظفتها انها بتطلع هرمون اللي هو الثيروكسين وفيه هرمون تاني كمان اسمه كالسيتونين طيب خلينا الاول في الهرمون اللي هو هرمون النشاط او هرمون الثيروكسين هرمون الثيروكسين ده مسؤول عن انه هو بيطلع بشكل نشط الغدة الامامية اللي هي الغدة النكافية الجزء الامامي بتاعها بيطلع رسالة للغدة الدرقية انها تبتدي تطلع هرمون الثيروكسين ده عشان الجسم محتاج له عشان تعمل ايه؟ عشان تزود النشاط بتاع الجسم تخلي دقات القلب تزيد تخلي الجسم يقدر يحول طاقة الطاقة اللي عنده يحولها الى طاقة مجهودية عشان حضرتك تقدر تقوم البرد الشديد اللي احنا مجنين فيه حاليا جدا دلوقتي هو فيروكسين بيقوم بالدور ده بيخلي الاوريدة الدموية الطرفية تتسع عشان تستقبل دم اكتر فبتزود كمية الدم الموجود بتزود كمية الدم اللي بتتوزع على الجسم تروح للمخ بتروح لكل مكان في الجسم عشان تزود النشاط بتاعه تخليه يبقى فيه انشط واقوى حالة عشان يواجه الاسترس والضغط والتفاعلات اللي موجودة حواليه طيب ادي واحد نمرة اتنين مهمة اوي ان انا بقى عارف ان الغدة الدرقية لو هي نشطة يعني نشطها ذات هتعمل ايه هتعمل مشكلة ان يحصل ايه يحصل ان العيان ده يبقى عنده دقات قلبه زيادة يحصل ان هو يستهلك كميات كبيرة من الطاقة عنده فبتخلي وزنه يبقى اقل بتخلي عنده لما بتوصل لمرحلة انها بتزيد قوي فتعمل جزء تسممي تخلي العينين تبقى جحظة دقات القلب تبقى زيادة يبقى باستمرار العيان وزنه يقل ويبقى باستمرار عنده احساس بالتعب وارهاق وعظمه بيوجعه دايما باستمرار وكل جسمه فيه نشورانه مش قادر يتحرك مش قادر يمشي ووزنه يقل ودي حاجة ملحوظة مهمة جدا طيب لو انا بقى الدورة او الحركة بتاعت الغدة الدرقية دي بدأت الايه النشط بتاعها يقل بتادي العيان ده يبقى مدروخ وهبطان مش قادر يتكلم مش قادر يتحرك ويبقى عنده تركيزه يبقى اقل ما هواش في مرحلة التركيز العادية ويبقى عنده سقوط في الجفن وممكن يبقى عنده هبوط ويبقى عنده مسألة عدم قدرته على التفاعل مع الامور ومع المواقف فيه نوعين من انواع الايه التفاعل المناعي او اللي هي الامراض المناعية اللي بتحصل فيه الغدة الدرقية زي الايه واحد كان اسمه جريفز ده وصف الايه الوضع بتاع زيادة نشاط الغدة الدرقية وفيه نوع بقى اللي هو التسمى بتاع الغدة الدرقية اللي هو بيحصل اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيحصل فيه جحوص في العينين بيحصل فيه زيادة في دقات القلب بيحصل فيه نقص في الوزن بيحصل فيه هبوط وحلة من عدم التركيز والتفاعل مع المواقف والامور على عكس لما بيحصل الهاشونتوثيروديتس او اللي هو الجزء المناعي برضو اللي بيحصل فيه نقص فيه هرمون الايه الفيروكسين طيب مهم بقى كمان قوي الهرمون اللي هو الكالسوتونين وده اللي هو مسؤول عن انه بيشيل الكالسام اللي موجود في الدم وبيدخله في العضب الهرمون ده مهم جدا في تكوين العضب لانه بيعمل كده ولو وظائف اخرى تانية مهمة قوي على حركة الخلايا الايه اللي بتكون بتكوين العضب اتمنى يكون الايه المعلومة وصلت وحلقة سريعة واشوف حضراتكم على خير ان شاء الله الحلقة القادمة هتعجبكم جدا ومهمة نتابعها ان شاء الله ترام علي